الازمة الطاحنة اللي بتواجه البلاد في نقص مشروب البيرة ومشروبات المشروبات الروحية والكوحلية الأقرة ازمة طاحنة كانت تعصف بالامير وبالبلاد فالامير اتدخل الله يكرمه الامير اتدخل رضي الله عنه الامير اتدخل وهو امير المؤمنين الاخوان وغير الاخوان وقال له منخفض 30% من اسعار الخمور والبيرة من فلوس الدوان الاميري عشان الناس تنبسط ده الامير تميم ابن حمد او ابن موزة في رواية اخرى اللي بتكلم وبيتطاول على الشرفاء في مصر واعلامه الرقيع اللي موجود في قطر في الجزيرة واعلامه الرقيع الممول اللي موجود في لندن بقيادة عزم بشارة واعلامه الرقيع الممول منه اللي موجود في تركيا الشرق ومكملين وغيره كلهم بيتكلموا بلغة الكلمة بيتمن وما فيش مبدأ لحد يقدر فيهم اتكلم على ازمة البيرة اللي موجودة في قطر وازمة الكحليات اللي موجودة في قطر عندهم سلعة استراتيجية احنا ناس هنا يوم ما بيبقى عندنا ازمة بيبقى عندنا ازمة سكر ازمة عيش ازمة انسولين ازمة لبن اطفال ازمة مش عارف ايه احنا ناس احنا شعب مكافح احنا ميت مليون بالمناسبة انا عايز اقول للناس واحد يقول لي اخي اتلهي يا عم قطر دي اغلى اعلى معدل مرتب في العالم داخل فرد في العالم بقوله هم مئتين تلتمائة الف واحد انا عندي في مصر فيه عشر امارات زي قطر اغنى من قطر داخل مصر مش انا عندي ميت مليون انا عندي لا يقل عن مليون مليون مواطن مصري المليون اغنى من قطر المليون مواطن دول اغنى من قطر مرتين تلاتة بالمناسبة اللي انا بقوله وانعارفه عندي في مصر الدولة الكبيرة الدولة العظيمة الدولة العميقة الدولة العريقة الدولة دي عندها اكتر من عشرين تلاتين امارة زي قطر بعرض السكان اغنى من قطر احنا بس عشان ميت مليون عرض سكان كتير وعندي قضايا وعندي وعندي وعندي